إشادة بالبعثة الطبية العسكرية المغربية ببرازافيل في ختام مهمتها الإنسانية بالكونغو كان ذلك خلال حفل رسمي نظم قبل رحيل البعثة المغربية التي عملت في المستشفى العسكر الميداني الذي كان قد أقيم بتعليمات ملكية سامية محمد لوهيبي في بادرة اعترافاً بدور البعثة المغربية ببرازافيل تمت الإشادة في حفل أقامه وزير الدفاع لجمهورية الكونغو السيد شارل زكاري بواو بعمل البعثة الطبية العسكرية المغربية ببرازافيل عقب اختتام مهمتها الإنسانية بالكونغو إذ نوه السيد شارل زكاري بواو بسرعة استجابة المغرب لنداء مساعدة الكونغو ممتناً ومتأثراً بدور الفريق الطب المغربي الذي لم يكتفي بعلاج ضحايا الانفجارات وإنما طالت تدخلاته المرضى القادمين من مختلف مناطق البلاد بالمقابل ذكر مدير المستشفى العسكري الميداني المغربي ببرازافيل الطبيب العقيد بروفيسور عبد الوحد بيت بتدخلات الفريق الطب المغربي في المركز الاستشفائي الذي علج أزيد من 28 ألف مريض بداية من السابع من مارس الماضي وقام ب146 تدخلاً جراحية 40 منها لفائدة ضحايا الانفجارات إضافة إلى تسليم أزيد من 10 ألاف وصفة طبية المستشفى المغربي العسكري الميداني كان محط زيارة الرئيس الكونغولي دينيس ساسونغيسو الذي أشاد بتضامن المغرب مع الكونغو وعبر باسم الشعب الكونغولي والحكومة عن امتنانه لصاحب الجلال الملك محمد السادس نصر الله وللشعب المغربي الصديق وللأطباء والممرضين وكل العاملين بالمستشفى للإشارة المستشفى العسكري المغربي الميداني ببرزافيل أقيم بتعليمات سمية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله بهدف تقديم العلاجات الطبية العاجلة للسكان الكونغوليين المصابين في حادث انفجار مستودع الداخير بهذه المدينة في الرابع من مارس الماضي والذي خلف مئات القتلى والجرحى المركز ضم طاقما مكونا من 24 طبيبا في تخصصات متنوعة فضلا عن 32 ممرضا وفريقا للمواكبة